حابب أننا أتكلم على موضوع مهم شغل الرأي العام المصري والعالمي في خلال الأيام القليلة الماضية وهو طبعا حادث جنوح السفينة العملاقة لحاملة الحويات في قناة سويس والحقيقة طبعا هذا الحادث يعتبر حادث استثنائي ويمكن السفينة الكبيرة اللي حصل لها هذا الجنوح تعتبر من أكبر حاملات الحويات على مستوى العالم طبعا هو حادث شديد استثنائية هيئة قناة سويس الحقيقة من أول لحظة بدأت التعامل مع هذه القضية لأن طبعا حضركم مع الكلين عارفين أن القناة سويس هو مجرى شديد للدقة والحساسية ومعروف فين الأماكن اللي بيبقى الأعمق قد إيه وحركة السفن فيها بتبقى إزاي وهناك إدارة كاملة لمثل هذه النوعية من السفن وأحجامها وإزاي بتتحرك وعندنا عشرات السفن يوميا اللي على مدار الساعة بتبقى بتتحرك في كل الاتجاهات لكن طبعا مع وقوح هذا الحادث الكبير بدأت الهيئة من أول لحظة بخبراتها الكبيرة إنها تستعين بكل الكوادر الفنية المتاحة لديها وبكل المعدات اللازمة للتعامل مع هذه الإشكالية الكبيرة جدا وتم الاستعانة بكل الإمكانيات المتاحة لدينا كما أيضا تم الاستعانة بخبرات دولية تم استقدامها معنا علشان يعني يشير علينا بالنصح والإرشاد في التعامل مع هذه الإشكالية الكبيرة جدا إن شاء الله النهاردة حيبقى فيه مؤتمر صحفي للسيد الفريق رئيس هيئة قناة سويس وحيعلن لنا كلنا وللعالم كل تفاصيل أعمال اللي بتتم حاليا لتعويم الحاملة الحوايات الكبيرة والضخمة دي وإيه التقدم اللي تم في هذا الموضوع ويمكن أنا لا يفوتني في هذا الموضوع إن أنا أتقدم بخلص الشكر والتقدير لكل الدول وكل الجهات الدولية اللي يعني عبرت عن دعمها لمصر وعرضت المساعدة سواء مساعدة فنية أو مساعدة لوجستية في هذا الموضوع وبوجه لهم مرة أخرى كل الشكر والتقدير وإن شاء الله يمكن النهاردة مع السيد الفريق رئيس هيئة قناة سويس حيعرض بالتفاصيل الكاملة وبالحقائق الموقف إيه النهاردة وإيه اللي بيحصل على الأرض والخبرات الدولية اللي بيتم الاستعانة بيها لأن كل همنا طبعا هو إعادة الحركة في هذا المرفق الملاحي الهام اللي بيخدم العالم كله وحرسين كل الحرس إن شاء الله في أسرع وقت ممكن أن تعود حرقة الملاحة إلى ما كانت عليها في قناة سويس